لكن لا يوجدون يضغطون على فلان أو فلان وتعالى العين ما حدنا هذا الشيء ما صار نهائياً هذا للإطمئنان يعني في قضية الضوابط تختلف ضوابط 18 عن ضوابط 16 اللي تحدث في السيارة قبل كانت تعتمد على المعدل أنت معدلك 60 أنت سنتين محاضر نطيك 10 درجات أنت مثلاً من ضحايا شهداء الكون فتكوتو معين هل مرة سنعتمد النقاط وليس المحاضرات النقاط شنو؟ يعني أنت معدلك سنقول تقديرك امتياز نطيك مثلاً 35 نقطة سجله أمك أنت متزوج وعندك أطفال وشريكك زوج ما متعين نطيك 10 نقاط صار يشقيد 35-45 نقطة صار لك 5 سنوات حضرتك متخرج جدتك 5 نقاط مثل ما ذكر طيب 50 صارت يشقيد 50 أنت لثلاث سنوات محاضر 6 درجات على كل سنة إشقال صار أنه 18-50-68 سجل فلان 68 نقطة ويتسلسل الآخرون بهكذا أعلى النقاط هم اللي يأخذون شهدنا بعد عندنا ضحايا الشهداء لهم 10% هاي نفصلها مثل أنا عندي 2669 درجة طلع من على 2669 درجة يتبارى ويتنافس عليها ذوي الشهداء عندي أصحاب الشهداء العليا قبل كان 5% هسا سووا 15% هاي بها إشكالية 15% 15% هسا صارت ولكن المشكلة وين؟ المشكلة أن هاي درجات حذف واستحداث يعني اللي راح يجوني لازم أعينهم اللي عنده شارة الدكتورة وريد يتعين أنا بيا درجة أخليه بالدرجة الخامسة وإذا عنده ماجستير أخليه بالدرجة السالسة لكن أنا السؤال هو هاي درجات حذف واستحداث كم درجة خامسة بيها وكم درجة سالسة بيها يجوز ما تتوافق هاي مشكلة أساسية هاي هميا طبعا إحنا كلش داعمين لموضوع الأشخاص لو الإحافة لأن هاي معايير دولية أسألك خلي الناس أسألك